اشتركوا في القناة او تلك التي تهدد حياة البشر لافتا الى ان العالم الاسلامي قادر على ان يسهم بدور بارز وفاعل في تعزيز السلام والعدل والوئام في العالم اجمع ودعى وزير الخارجية الى تعزيز دور هذه المنظمة التي تمثل كافة الشعوب الاسلامية الذين يشكلون ثلث سكان العالم مؤكدا ان على المنظمة ان تستكشف الاليات المناسبة لممارسة دورها في نشر القيم العظيمة لديننا الاسلامية بحيث يكون صوتها مسموعا على المستوى الدولي واضاف الزياني ان من واجب الدول الاسلامية العمل على اصلاح ذات البين ومعالجة المشاكل والخلافات اينما وجدت داعيا الى توحيد جهود الدول الاعضاء لمحاربة الفكر الضال والتعصب والطائفية التي تغذي تنظيمات الارهاب والعنف التي تشوه صورة الدين الاسلامي وتسيء الى معتقداتنا وقيمنا ومبادئنا